أسعد الله وقاتلكم أعزائي ومشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا المساء أجوانا اليوم أجواء باردة سجلت درجات الحرارة الصغرى في صباح اليوم أربع درجات مئوية في غرب البلاد في منطقتها الشقاية والسالمي أغلب المناطق السكنية تراوح درجات الحرارة الصغرى مسجلة في صباح اليوم ما بين الست إلى ثمان درجات مئوية متوقع أن تسمروا يانا هذه الأجواء الباردة والأجواء الشتوية خلال الأربع أيام القادمة بمشيعة اللام متوقع أن تراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 17 إلى 20 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد تقل أو تنخفض درجات الحرارة نسبيا خاصة في المناطق الغربية والمناطق الزراعية من البلاد تستمر إلى بداية نهاية عطلة الأسبوع الجارية أما الطقس الحالي في مدينة الكويت سمرار في الرياح الشمالية الغربية سرعتها 10 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة الحالية 18 رطوبة نسبية 30% الرؤية الفقية جيدة 10 كيلومتر لا تزال دوات الكويت متأثرة في امتداد المرتفع الأوروبي الذي قادم من ناحية الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية أدى تصاحبها كتلة هواية باردة أدى انخفض درجات الحرارة مع السمرار الرياح الشمالية الغربية تتأثير إلى منتصف شبه الجزيرة العربية خلال الأيام القليلة القادمة ستسمر يانا كذلك الأجوال الباردة في منتصف هذه الليلة التقصي بشكل عام متوقع في منتصف هذه الليلة أجواء شتوية وباردة خاصة على المناطق الغربية والمناطق الشمالية الغربية من البلاد مع استمرار الرياح الشمالية الغربية إلى رياح غربية خفيفة السرعة من 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة الدرجات الحرارة متوقعة في منتصف هذه الليلة بالمناطق الساحلية متفاوتها ما بين 10 درجات في الويصيب إلى 13 درجة مئوية في الخيران مدينة الكويت 11 درجة شمالا في العبدالي 10 درجات مئوية أما جنوبا في مزارع الوفرة 9 درجات مئوية مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى من نهار يوم الغد نلاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد تصل إلى 5 درجات مئوية في غرب البلاد في منطقتين الشقاية والسالمي كذلك شمالا في العبد لي 7 درجات أما بالنسبة لدرجات الحرارة المحسوسة قد تقل إلى ما دون ذلك متوقع أن تصل إلى الصفر المئوي أما المناطق الساحلية بشكل عام متفاوتها ما بين 8 درجات إلى 10 درجات مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية إلى رياحة غربية في بداية صباح يوم الغد ابتداء من منتصف نهار يوم الغد إلى ساعات العصر تقريبا المتوقع تكون درجات الحرارة العظمى متفاوتة ما بين 17 درجة مئوية في غرب البلاد إلى 18 درجة مئوية في المناطق الساحلية ولكن تستمروا يانا الأجواء الباردة خاصة في ساعات صباح الأولى أثناء الخروج إلى الدوامات لذا نوه الأخوان أنهم يلبسون خاصة عيالهم اللي في المراحل رياض الأطفال وكذلك الابتدائي البحر بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة اللاج ومعتدلة ارتفاع الموج متفاوت ما بين 2 إلى 4 قدم التيارات المائية لا تزال أقوية في فترات الحمل أذان فجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 5 و 17 دقيقة موعد شروق الشمس الساعة 36 و 39 موعد أذان المغرب الساعة 5 و 23 دقيقة بالنسبة للطقس متوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام مقبلة أجواء شتوية باردة خاصة في الليل متوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية الدرجات الحرارة العظمى من 18 إلى 20 درجة مئوية ستستمر رياض الرياح الشمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط على فترات خاصة في يوم الثلاثة وكذلك يوم الجمعة قد تصل إلى 35 درجة مئوية مع استمرار الأجواء الباردة خاصة في المناطق الصحراوية من دولة الكويت أعزاء مشاهدين أشكركم على حس المتابعة لأن أخذكم في جولة مع درجات الحرارة في بعض العواصم الأرضية العالمية